يحيى الداعية والواعظ المشهور ولد قبل استقلال البلاد في المنطقة الوسطى شمال مدينة كيفا تربى في بيت والده الشيخ محمد المصطفى والسيد يحيى وعنه أخذ العلوم بمحضرته المشهورة بالمنطقة بددريس القرآن وعلومه والفقه المالكي انتقل الشيخ الشاب بثمانية وسبعين تسعمائة والف لنواقشوط بعد وفاة والده وبنواقشوط حصل على الإجازة في العلوم الشرعية وبدأ يلتقي ببعض المشايخ الذين تأثر بما يحملونه من علوم ومعارف ومن هنا كانت البداية بداية الشيخ الشاب مع الوعظ والدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن حيث كانت البلاد حينها تشد صراعا قويا بين المعاصرة بسلبياتها وإيجابياتها ومظاهر حلالي التي كانت تشتاح قطاعات كبيرة من شباب البلاد الأستاذ الدعية الكبير الشهير الوالع الزاهد محمد نفسي دياحي عرفناه شابا في المعاهد الإسلامية هنا متعالما أولا ومدرسا أستاذا ثانيا ولكنه تخصص في الدعوات إلى الله تعالى والمحاضرات الواضحة لمختلف مستويات التعليم معناها في الحلقة التي يعلم الدكاة ترى يعلمها الأميين كان هذا من خصائصه أنه خصه الله بالبيان أنا حكيم إلى حد أن لغته لا يسمع أحد دقيقة منها إلا استفاد منها حكمة أو تضحت لوحة المكانة طامضة اعتمد الشيخ محمد والسيد يحيا في دعوته على بساطة اللغة من خلال مخاطبة الناس بما يفهمون شيخ محمد والسيد يحيا هذا رجل من أهل العلم هو من أهل الدعوة وأسرته كذلك من أهل العلم شيخه والده كان شيخ محفرات تخرج على يديه كهير من طلبة العلم وخصوصا القرآن الكريم وهو بذل جهده ووقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونفع الله بدعوته نظرا للأسلوب الذي مكنه الله سبحانه وتعالى منه وهو أخذ الأحكام والعبر والعرات بسهولة والتعبير عنها بما يفهمه الغبي فهما كاملا لقد بلغ سيت الشيخ عموم البلاد ودخلت تسجيلاته كل بيت وشكلت سيارات الأجرة منابرة متنقلة لإصال دعوته إلى الناس من خلال الأسرطة الكثيرة بدأ خطواته الأولى في الدعوة بتقريب الشرح من السامع وشيئا فشيئا اكتسب الجرأة الخطابية وبدأ المشوار الدعوي بشكل واسع رجل الحقيقة أعطى ما فات من عمره وسيعطي ما بقي من عمره في دعوة إلى الله تعالى ونرجى الله أن يزيد من ذلك العمر ويمده ويمده بالقوة فهو رجل النجارة نفسه في دعوة إلى الله تعالى فيما يبدو لأنه زاهد زودا يتخطى الحدود معناها يكاد يكون معتكفا إما في عبادة أو في نظر كتاب أو في محاضرة لا تجده في دعوات العامة هذه التي يحضرها أهل العلم وأهل الفضل وهي مشروعة أصلا بل مؤمور بها عندما يكون هناك وجه لها شرعا كما هو الحال في المأدبات الإسلامية والعياد والأمنات كل هذا يتورى عنه الأستاذ محمد السياحي لأنه إما في كتاب ينظره أو في عبادة أو في دعوة في مسجد ومحاضرة من هنا إذن هو رجل النظارة نفسه ووقته وجهده للعزل أولا وللعبادة هانيا بالدعوة أولا وبما كان معها من العبادات المختلفة تعليما وتعليما وتعليما ركز الشيخ في بداية دعوته على وجوب التعليم والتعلم وأعطى عناية كبيرة للفئات غير المتعلمة في المجتمع كما اهتم بتعليم النساء وتوعيتهن وراح يحذر الأولياء من سوء عاقبة ترك الحبل على القارب للنساء في الأسفار والاختلاط بالأجانب هو رقا لا يقرر المسلمين للزمن يعطي تم يقررهم اللا الدروس من الكفار بهاش به اللي المسلمات يأسى منهم يقرالوا على اللي متقدموا الفاهم والعصر واللي متطور اللا حد كذا فجعلت صفات المحمدة للكفار وجعلت صفات الذم والتأخر للمسلمين ونعاة عكسة القواعد ربنا سبحانه وتعالى يضربنا أمثلة من النساء أمثلة من النساء الكافرات وأمثلة من النساء المؤمنات ويعطينا أطوارهم ونوعية الشاهدية جاكعون المسلمين محصنين عن التيارات المهي طيبة معناها هاتنعطالهم الأمثلة جاكعون تجربة من الأسبوعهم لأن الزمن ما هو طاري والتاريخ يعطي لرقاه نتيجة الفجور أهل لا يطيح فاش ونتيجة طاعة ملانة شنين دعوته كانت لهذا البلد نبراسا استداء على يديه كثير من الناس ممن لم يكونوا أصلا يهتمون بالعلم ولا بأهله فأصبحوا متعلقين بالعلم وبالمساجد وبالخير فمحمد السيد يحيى رجل نفع الله سبحانه وتعالى به أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يمد في عمره إن شاء الله وتعالى حتى تنتفع المسلمون منه أكثر لا أعرف أهل ألف أم لا ولكنه يصلح لأن يؤذف إن أراد معناها مشكلة ليست مشكلة ذكاء ولا العلم ولكن مشكلة الزواء هو عن المجالس وعن الاختلاط بالناس وكان بعده لله الحمد مؤثرا جدا وما يزال في نفس الناس وكانت محاضراته يضرب بهذا المثال في الوضوح وفي الوصول إلى مختلف المستويات أمد الله في عمره وأعطاه الله مددا في الجهد وفي أيضا قدرة الانفتاح على المجتمع أكثر لأن المجتمع يحتاج له أكثر مما يتصور كان الشيخ الداعية محمد يلسد يحيى وما يزال داعية من الطراز الرفيع وعلما من أعلام بلاد المحاضر والدعاة أطال الله عمر داعيتنا ونفعنا بعلمه إنه مجيب الدعاء